بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في وسط ضغوط الحياة اللي بتمر على الستتات مرة عصبية بسبب الأولاد ومرة حرق الدم بسبب كلمة من تحت التحت من سلفة ولا جارة ولا زميلة ومرة الزوج ييجي عليها ويتكا تكا طبيعية من تكاته في وسط مسئوليات قد الجبل ممكن تبقى شايلها لوحدها ومحدش بيقدر ولا بيطبطب فعز ما هي الوحيدة اللي ممكن تبقى شايفة نفسها صغيرة وحلوة وغيرها شايفها ماما طامت الحجة وم العيال فعز ما هي شايلة لبيت دلوقتي وعملها تدبق من هنا ومن هناك عشان تجيب لبس العيد واللحمة وتبسط اللي حواليها وهي محدش بيفتكرها ببنسة شعر فعز غلب وهم وساعات قهر الدنيا خطى فوق دمخها ويعني وزعق في وسط كل ده احنا جايين طبطب وناخد بأيديها ونقول لها لستي وحدك حبيبتي احنا في ظهرك يا ست الكل جايين نقويكي ونقول لك ان مكانتك عالية حتى لو انت شايفها في الحضيط اخرجي منها وما تخليش حد يحطك فيها دلعي نفسك رغما عن أنف الدنيا الصعبة خدي لنفسك وقت مستقطع يبقى بتاعك انتي بس عشان تعرفي تكملي في دنيتك وتصمدي قدام صعوبتها وغلستها النهاردة احنا هنعيد على ستات مصر بشوية نصايح تهون والطبطب وتحسن مزاجها وتروأها مع دكتورة امنية عزيزي استشعارة